وللمزيد ينضم علينا مراسل التلفزيون المصري زميل محمود جميل من ميناء أبو سنبل النهري محمود بعد التحية صف لنا الأوضاع لديك الآن نعم بعد التحية لازلت هذه المنطقة هي الخط الفاصل بين الموت والحياة في هنا في ميناء أبو سنبل النهري ويستمر توافد السودانيين على الحدود المصرية السودانية عبر معبر قسطل وارقي في هذا التوقيت تحديداً الذي أتحدث فيه إليكم هناك عدد كبير من الحافلات هنا في ميناء أبو سنبل النهري نتحدث عن أكثر من عشرة حافلات وصلوا بالفعل من معبر قسطل وصولاً إلى هنا في ميناء أبو سنبل النهري بها عدد من المئات من الأسر السودانية والعبارة الآن موجودة في معبر قسطل تحمل العديد من السودانيين للمجيء إلى هنا في هذه النقطة تحديداً نقطة هامة كان لدينا يعني حديث منذ قليل مع هذه الأسر التي وفدت إلى ميناء أبو سنبل النهري أحد المواطنين تحدث إلينا أنه استطاع أن ينقذ أسرته بالكامل للمجيء بها إلى مصر وهو سيعود مرة أخرى إلى السودان نظراً للوضع المتأزم والاشتباكات الدائرة في السودان فهو استطاع أن ينقذ أسرته من هذه الاشتباكات تحدث إلينا أو يعني ما رأيناه اليوم أيضاً هو وجود عدد كبير من هذه الأسر عدد كبير من الأطفال بصحبة هذه الأسر وهذا ما يشير إليه التقرير الذي صدر اليوم من منظمة اليونسيف أن أكثر من مليون سوداني فروا ونزحوا داخلياً منهم 319 ألف عبر الحدود في الدول المجاورة ويعتقد أن نصفهم من الأطفال عندما تحدثنا أيضاً أو تكملة للتقرير أشار إلى أن ما يقرب من 14 مليون طفل في السودان يحتاجون إلى المساعدات فبالتالي كل الأسر تستطيع الخروج خاصة مع تمديد إعلان الهدنة إلى خمسة أيام فكل هذه الأسر تستطيع أن تخرج من السودان والمجيء إلى مصر فهذه هي النقطة الآمنة بالنسبة لهم كما تحدث إلينا أحد المواطنين تحدث أيضاً أحد المواطنين على أن هناك عمليات نهبة تتم هناك داخل السودان في المنازل السودانية وهذا ما أشار إليه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم أن 14 ألف طن من المساعدات الجذائية قد نهبت جراء الاشتباكات والانتلاعات داخل السودان فبالتالي كل هذه الأسر تبحث عن منطقة آمنة فليس هناك أأمن من هذه المنطقة المجاورة كما تحدثوا إلينا أيضاً عبروا وأكدوا على الخدمات التي يحصلون عليها بمجرد وصولهم إلى معبر قسطل وتحديداً الخدمات الجذائية يعني الحصول على عدد من الوجبات على زجاجات المياه وأيضاً المتابعة الحالة الصحية لمن يريد أن يطمئن على صحته فأكدوا أن كل الخدمات متواجدة عبروا أيضاً عن سعادتهم وعن شكرهم للسلطات المصرية باستمرار فتح الحدود لمجيء أكبر عدد من السودانيين خاصة أن الفترة القادمة قد تشهد إزدياد في أعداد الوافدين إذا استمرت الاشتباكات في السودان نظراً لأن يعني يجدون أو يبحثون عن المساحة الآمنة كان هناك أحد الأطفال أيضاً استطعنا أن نتحدث معه يعني كان يتحدث عنه يسمع طلقات نارية من داخل منزله وأيضاً يعني شعور بالخوف لا يستطيع أن يخرج من منزله فهو استطاع أن يخرج من السودان ويأتي إلى مصر في هذه المنطقة الآمنة ليتمكن من أن يستمتع بالأجواء وأن يستمتع أيضاً بتفولته ويجد مساحة من اللعب والبهجة أيضاً وسط أسرته فبالتالي أصبحت مصر وطن آمن كبير يستقبل الأشقاء السودانيين وهذه ملحمة وطنية تقدم من خلالها كما أشار المفاوض السامي لشؤون اللاجئين أن من يأتي إلى مصر سيتمتع بمجموعة واسعة من الخدمات سواء الصحية أو التعليمية وهذا ما رصدناه اليوم ليس فقط في معبر قصر ولكن بمجيء إلى مدينة أبو سنبل يتلقون كل المساعدات من المصريين أشكرك شكراً جزيلاً مرسلة تليفزيون المصرية زميل محمود جميلة